احتمال اغلاق الحكومة الامريكية يزداد يوما بعد يوم فلم يتوصل المشارعون حتى الآن إلى اتفاق لتمديد التمويل زعماء الكونغرس يأملون في تمرير تمديد تمويل قصير الأجل لتفادي الاغلاق لكن ليس من الواضح إن كانت الخطة ستنجح وسط الانقسامات العميقة حول الانفاق بين الحزبين والخلافات السياسية حول قضايا كثيرة منها زيادة تمويل حماية الحدود والمساعدات لأوكرانيا التمويل الحكومي سينتهي في نهاية هذا الشهر أي الثلاثين من سبتمبر عند منتصف الليل حيث يصبح الأول من أكتوبر بداية العام المالي الجديد إذا فشل الكونغرس في تمرير التشريع لتجديد التمويل بحلول الموعد النهائي سوف تغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها عند منتصف الليل في نهاية هذا الشهر الرئيس بايدن انتقد من وصفهم من الجمهوريين المتطرفين قائلا إن مشارعي الحزب بحاجة لاتخاذ خطوات فورية لمنع إغلاق الحكومة وقال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونغرس وإدارته في مايو كان سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيظل يخفض عجز الميزانية بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة البيت الأبيض أصدر بيانا شديد اللهجة قائلا بأن الإغلاق الحكومي سيؤثر على برامج فيدرالية مهمة تهتم بالأطفال والأبحاث السرطانية والغذاء وطبعا تمرير الإنفاق الحكومي هو من أهم مهام الكونغرس وحتى الآن لم يتوفق الجمهوريون ولا الديمقراطيون إلى اتفاق يبعد بضلاله شبح هذا الإغلاق المتوقع لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة